انا علاء طبية سائق سيارة اسعاف هون موجود بحلب من بداية الأزمة عندي كان ادام البيت خمس قطط اتعرضت هون منطقتنا للقصف الشديد اضطرت العالم لا تهرب برات البلد لا تنزح من الحي تراكمت قطط الحي يعني فاجأت كانوا خمس قطط فاجأت بعد فترة شهر شهرين صاروا اكتر من مئة قطة كلما هاجرت عالم فضت للمنطقة يتوجهوا القطط عندي لأيهم بيركين ادام البيت عندي وكل مالهم بالزياد يعني هلأ وصل العدد عندي للمئة وسبعين فيلي اصدقاء من جميع انحاء العالم متعرف عليهم عن طريق الفيسبوك بيحبوني وبحبوا عملي بالانقاذ وبالاسعاف وبمساعدة الحيوانات اقترحوا علي ان اسس بيت للقطط محمية للقطط وساويلهم ارض خاصة فيهم نجمعهم فيها مشان ينحموا يعني من القصف او ينحموا من السيارات المهم اقرينا هالمشروع واسسنا اول بيت للقطط في حلب منزل ارنستو لجتارو داليبو انا بتوجه على محلات اللحوم البقايا اللحوم بشتري من عندهم بقايا اللحوم اللي بيزيد من اللحم المشفى من الفروج باسعار طبعا رخيصة لانه بقايا للحوم ايه وكان القطط من فترة سنتين ثلاثة بطعميهم على هالاساس نحن هلا دخلنا بحصار من فترة الشهر واقل ابتديت اساويل الرز حطلهم فيها مرتديلة اطعملهم ياها بالمرتديلة ايه وو قطعميهم ياها حتى هيك تعزبت انه يتقبلوها بس اتقبلوها بعد فترة الثلاثة ايام ايه نحطلهم علبة طون مع الرز يعني هيك طعمت انه لحم مع الرز حتى تقبلوها ياكلوها ومن ورما الوارد تبع بيت القطط يعني من الدعم اللي عبي جي لبيت القطط اه قررنا نساوي حديقة للالعاب بجانب بيت القطط حديقة للالعاب نستقبل فيها اطفال المدارس بنهاية فصلهم الدراسي كانت لنكرمهم نعطيهم هدايا نساوي لهم جاتوا هيك حفلة صغيرة ونلعبهم بالالعاب طبعا دانت